اشتركوا في القناة 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 الواطن سرحان، أبداً لا تخاف يعني أخي قادر، أنت ما رح تنمثني أبداً؟ ورح نظل أخو أخذ ما هيك؟ الكلمة بتطلع مرة واحدة من الرجال أنا حلفت، مواس خافيني؟ اللي بقوله رح يصبح لا تخافي أبداً بسيطة، أنا رح أروح على المختار لحتى أبلش بمعاملة فوراً أبي رأيه أنه نكتب لكتابر سرحان ماذا؟ عندك؟ لو إيه رايح لك مفعوص؟ أنشي لاته موسيقى موسيقى يا الله، أنا شو أعمل هلأ؟ يمشوا يلا! لسه عنا شغلي كثير يلا! لا ما أولاك ما سكن الولد لازم نخلصه فورا يلا يلا بسرعي يلا يلا شباب وين أكولك بلاك طلعونا هاي وين أكولها برافو عليك تستاهل والله مسيك هدول ما بدي يشوفك هون اختفي من الضيعة والله لك عندي خبر ممنيح أخوك عايش كان ببيتنا إلا شوي وكان شاف البنت عندي شو عمشور أنت شو عبدوله لا أخي مات ماتوا شي بعموت مستحيل الشي أخي مات مات شفته عنا بالبيت حتى الممرضة كانت هونيك هي كمان شافته اسمعني سرحان بعطيك أداة دول عشر مرات أنت بسق ثلاث اثنين لا تخليهم يفوتوا على الضيعة أنت عم تفهم ولا ما بدي الخطة تفشال هالمبلغ قليل على الاثنين ونوقع أنت لا تكون هم المصاري أبدا ثلاث اثنين بسقتلهم بلا ما حدا يحس ورميهم بالبرية وأنا ما بنساك يلا يلا لك ما راح أقدركك يا زانو هالكتاب راح يكتب قبل ما يشي علي ورح تصيري مرتي يا ربي يا ربي داخلك ساعد علي أمي رح نرجع ونروح لها تستي موهن اي أبو رح نرجع لكم هنا انتموا ليش تلوا عليكم يلا لك يا مختار ليش عم تسكرة بوشي كله شقفة كتاب راح تكتبوه لك يا قادر يا ابني الموضوع مو متل ما انت نفكر لازم بالأول يا ابني نخلص الوراق عم قل لك انه البنت نخطفت لازم اكتب كتابي عليها قبل ما يصير حكي وابل ما يخلص اليوم وانت لسه بتقلي الوراق خذ هاي الوراق تبعك فيت لك قولها أصلا عيوني صارت بقى فراسي شو صار لك يا قادر شو هالحكي هاده هلا يا ابنيت ما تأخذني مختار بس هادا الموضوع راح ينتهي لازم ينتهي استعجل شوي عم تفهم ماشي 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 راح خلصوا على القريب ان شاء الله واليوم نبدو بيختار لا تاكل هم أبدا فهي اجت بالغناط يلا الله يأويك روح روح اطم من بالك يلا انتويا سداعجلو كون جاهز رجا بسئلك هروب راح نهروب اتدفقنا شو عم تهمس عندك ولك امشي يلا امشي شو عم تهمس عندك ولك امشي يلا امشي يلا امشي يلا امشي يلا امشي يلا امشي يلا ريزا 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 والله أنا عم غريب حلال عليها برافو خطفوا رجح أنا رايح وراهون معني معني واعف لا تروح تعيه مشدود نحاوني نحاوني يلا يلا بسرع الشباب يلا أنتم حاضرين سلموا حالكم مع المستلد أحسن لكم حتى لو كنتم حاضرينك ما رح يستسلم لكم لحد هتقضلوني ولاك موت أشرف لي من أنه وسلم حالي ارعبونا ديشارننا سلموا 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 ساعدونا لحنا هون لك هي المبارضة حدف يكون يروحي خبير قادر أنا بخط أفتي انت خدي المستند للإعلام لازم الكل يعرف شو التنظيم حال حياته فراء وعفين فراء لا تروحوا على رايحة فراء فراء لا فراء فراء هكي بيهدوكي تعال يلا 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 اركضوا سراء يلا اخرجوا اخرجوا تعال كون سفculos اخرجوا أخرجوا اخرجوا رواء ما حالي سايف يا شباب شريفة؟ وقف اواصلها شريفة شو عم تعملي؟ سامحني قادر ما كان بايدي تنظيم اخدني بالقوة بعرف انه مر علينا وقت طويل بس لما بتروح الجبل متى كأنك رايحة الموت انا كتير ندمانة هاد بكون ابننا ما عرف لما شفتني قدامك هيك استغربت بس هاد مو الوقت المناسب لاشرحلك او احكي نحنا بخطر والتنظيم لحقنا خلصنا قادر شو هالشغلي هي يا ربي؟ شو يا قادر؟ رح تنكر ابنك هلا؟ لا؟ بس انا مستغري بسيطة يلا خلونا نروح من هون اخوك لساتو عايش علي عايش رجا 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 علي شاعد سيدان اوصو الرجا ت nothing رجا ضبط ت اتلحت امرك كابتن سيدان لا بقى تروح وتتركني طيب منيح يلا نمشي يلا شباب يلا بعض عني بعض عني عملك هذا ابني شو عم تقولي انتي؟ رجع رجع بيكون ابني انا انت رجعك صدقني والله بيكون ابني قادر الجماعة امانة برأبتك انا رايحة لعن زهرة بعد كل هالحزن هالخبر رح يريحها شوي وليش مستعجدك؟ منروح ساوه منقلة ما في داعي بنوبه لا تخبرية شو؟ ليش لحتى ما خبرها؟ لاني بديتجوز زهرة نحن بعد كم ساعة رح نكتب كتابنا لك انت شنون بتفكر؟ واقفلة شو؟ موم هالسهولة هي شو انت يا جنات؟ عم قللك علي للسادة وعايش ما عم تفهم؟ انا طول عمري انتظرت هذا اليوم انا باستحق زهرة اكتر منه قلق زهرة رح تكون إلي وعلي رح يصير ماضي انتي عم تفهمي وليه؟ واعفي وليه؟ والله بقتلك هون انتي كمان تعي وانتي والولد بقتلكون ها اللي بدي يفوت بين يومي الزهرة بقتلهم يلا خلونا نروح من هون ايك؟ رح تشوف عايش قادر شو عم تعمل؟ اخراسي وليه؟ اخراسي ومشي يلا ولك امي تعم امشو رح يكتبوا الكتاب اليوم بالليل يعني كتاب على السريع جهزي حالي فورا الله يقويك يا قادر حافظ عليك يا والله وإلا الله يحفظنا كانت كبرة القصة كثير وصرنا أعداء لا تصرخي لا تصرخي لا تصرخي ايه دي ضل شوي تمام لا تصرخي استعجر شوي كرموه يلا بسرعة ربط لأيدي لشوف تعي يلا لشوف انتي رح تاخدينا لعندون تركوني اترجاكم تركوني قلتلك يلا انتوا ما رح تقدروا تعملوا شي شو يعني ما فيكن تعملوا شي قبل هالمرة خلصنا رجا منن وهلأ ممكن نغزو امشي اخدوا ابني على المخيم الكبير ليش ما عم تفهموا مستحيل انه اللحقون حتى لو اللحقناهم رح يكون منصاب شو منقدر نعمل كرمالو احسن قاله انه يروح المخيم هاي المرة كذابة رجا لما اجعل ضيعة كان لحاله وما كان معه حدا فتلنا في بيت بيت بس ما حدا عرفه قبل سنين رحت لعند ارهابين اللي لا اشتغل شغل بالمسرعة ولما رجعت ما كان موجود لا زوجي ولا ابني ولا ابي ما كان في حدا منهم قالوا الارهابيين هجموا على البيت قتلوا كل الموجودين بالبلد حتى الجسس اخدوه معن وما لقيتهم بعدين رجا ابني ما كان موجود وكرمال انه انتقم حلفت يمين ودخلت التنظيم وبعد حالي لأوندين كان همي الوحيد انه انهي هالظلم بس هلا انا جا طلع قدامي انا هلا بوعدكن راح انقذ رجاء ابني ومدام انتو كمان عم تحاربوا التنظيم راح ابعدتلكن حدا من جوا التنظيم اصلا التنظيم ملخبط هلا صاروا عم بيحققوا مع العناصر وشوي شوي راح يكون في مفاجآت والادارة خايفة وكرمال انه يقضوا على هاي الحركة ويحاولوا انهم يخنقوا راح يزيد ظلمهم عن الناس وكمان راح يوقعوا ببعضهم ونحنا اذا اتحدنا راح نوقعون بس بترجاكن بترجاكن وتركوني روح حلق انا الوحيد اللي بقدر ساعد رجاء ابني هلا اهنيك بخطر ماشي يا احد عزو كرمو تعووا معي بعين عن جد طيب تمام تمام سمعيني سمعيني منيح دفعنا مثل ما قلت بيصير ليكي نحنا صدقناك بس انت قوعد سودي مشنها ما تاكلوهم كرمو عطيه سلاح يلا استعجل شوي شكرا زكي شكرا ملزكي شو عم تعملهون عمو علي ملزكو هل انت عايش؟ رحيجوثن خالي زهران العمو قادر انت شو عم تقولولها؟ ما عقوله؟ يا والله يا عمي اذا عجلت رح تلحقك انا رايح! تازم روح اضعها بوراً! اخوتي! قادر! 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 قادر اسمعني شوي! اللي عم تعمله غلط كبير! قادر افتاح! قادر افتاح الباب! قادر اسمعني بس شوي! قادر! 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 قادر انتا افتاح! قدر بشان الله قدر بسم الله بسم الله شو هذا؟ ما بعرف كورتيزون لا ما عم تذكر معناته أنا ما لي دكتور اهدى شوية أخي ما بدنا غير شوية وقت لحتى نقدر نشخص الحالة منيح دكتور دكتور أنت مضطر أنه تعالش هالولادة أنت؟ أنت بتعرفني شيء أنت عم تتمصغر علينا؟ أنا مين؟ فاقد ذكرته يا زعيم؟ أنا ما بفهم العاكي هلا رح يتذكر كل شيء أنا بعرف كيف رجع له ذكرته رح عدلت ثلاثة رح شوف رح تتذكره ولا لا؟ بالأول قل لي مين أنا؟ وبعد ما تقل لي فيك تقتلني وقتها قل لي موحد اتنين ثلاثة زعيم؟ مو شايف؟ معم يتذكر مين هذا الرجال؟ طريق يا لا معم يتنفس نحن فقدنا الولد بعدي 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 عن الولد لك يلا يلا تحمل شوي عمل لك بعدي يلا تحمل شوي يلا 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 اف إذا اللي قلته مظبوط يعني إذا هذا الرجال طارق معم يتذكر أي شي ممكن أنه يفيدنا أنا حاسس أنه عم يمسي بمجرد ما نخرص من القصة أقتلوه يلا يلا لأشوف بتاعوا لأشوف بسرعة يا شباب جيبوا الطاولة حطوها هناك مع شي يا مختار يلا لأشوف جيبوا الكراسي كمان حاضر أختي ديالا لسه ما اجت؟ لا يا بنتي إن شاء الله تلحقت بالكتاب إن شاء الله إن شاء الله يا بنتي يلا فتاح يلا فتاح يلا طيب ستي سألت بسم الله أبي رح يجي بسم الله بسم الله بابا؟ بابا حبيبي كنت بعرف إنك رح تجي بابا؟ شتقتلك كثير بابا؟ موسيقى 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 بابا؟ انت ده من رايح؟ بابا؟ 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 بابا حبيبي؟ بابا لك يا ابني قول بسم الله ورح ينفتح هذا الباب يعني بسم الله بتكون مفتاح؟ بسم الله هي مفتاح وما في باب ما بتفتحه يعني أنا كل ما رح قول بسم الله رح تجي؟ إذا قلت بسم الله وكنت صبور رح أجي يعيش بابا بابا ما مات بابا بابا لين رحت بسم الله هي بتكون المفتاح بسم الله هي بتكون المفتاح بابا لابا لازل قلتعه يا الله براهيم حبيبي ماما حبيبي تعال تعال لحول أبي إيجا لما قلت بسم الله لهاية بابا إيجا وصار قدامي حبيبي بتقدر تفتح الباب؟ خد حاول أنك تحطى بالقفل يلا يلا حبيبي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ماما حبيبي حبيبي خد الخالي على بيتنا يلا أمينا مين رايحة؟ أنت يا قادر أبن رشيد قدامك بنتنا زهرة بتقبل فيها يا أبني زوجة إيجا؟ بنا يلا أين عم؟ بقبال ميناء بني بنتنا زهرة إنتِ بتقبل بقادر زوج إليك يا بنتِي؟ ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر بشكل عام وضعه منيح بس لازم يضل تحت العناية لفترة كان وضعه صعب وخلصته وكمان انت كنت المزاكرة كيلالا علاء والله بألف يا ولالا انا فدت منهم كانوا رح يقتلوني هني بسيطا انت مو منيحة روحي وارتاحي شوي وضع الولد كيف دكتور هلا هو وضع الخطر زال عنه بس هذا الوضع ما بيستمر هيك لازم نكون حزرين من الالتهاب معناها انت بتدبر القصة هاد ما بيضل إله شغل هون لا ما في داعي مات إله أنا بدبر حل هيك لك أنا معنات أنا كمان ما ضلق اللي يشغل معهم شو شو عم بيصير ربط لي يالا شو زعيم يلا خلصني لك شو اللي عم تعملوه ما عم نعمل شي بعد شو رح تموت هذا التعطير إله يلا امشي امشي ليش بتكنتوا قتلوني شو بتعرفوا عني أنا مين زعيم شو عم تعمل اهدا شوي انتبعد منوشي يلا امشي 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 لك سعيم سعيم اسمعلي يا الله انا كيف بدي اطالعوا من هون لسه في شؤالات تالية ثاني رح تنتظروا كمان شوي معناها أنا رح امرو العنقاني بس تخلص بعض ورعي بيصير لتياب لوين رايحها يا انوار علموا عشكر الكبير كينانا في شي لا ولا شي مجرد سؤال عادي ما تآخذني انوار ما رح اقدر طالعوا غير هيك وقف هون زعيم اللي عم تعمله غلط ما انو متذكر شي بنهوب هذا الواطي عميمثل ما عندي ثقة فيه ابدا ما شقتلني بس بالاول اللي مين تكون انا خكرنا حميله لك ها عم تمثل علينا زعيم ما عم يتذكر بنهوب شو اللي ما عم يتذكره قوله شو الموضوع قل لي مين انا وبعدين قتلني بس خليني عارف مين انا وماني خايف من الموت يا كان مو خايف ها بعد شوية رح تسمع صوت وبعده رح تشوف ضوء ابيض وبعدين نفق بس طلع من النفق وحتشوف قدامك اتنين واقفين وهن نهميك رح يقلولك مين بتكون انت وكمان وصل لهم سلامي